مشاهدنا الكرام في كل مكان براحب بكم النهاردة في حلقة جديدة ومهمة جدا من حلقات برنامجنا ابن مصر حلقاتنا النهاردة متميزة حلقاتنا النهاردة غير اي حلقة فاتت حلقاتنا النهاردة هيتكلم عن حاجة مهمة جدا في حياتنا ألا وهي الرياضة الرياضة حاجة مهمة جدا جدا بس الفكرة ان احنا في بعضنا مش بيهتم في بعضنا مش بيقول انا معديش وقت ان انا لعم رياضة مع ان انا هتفرق كتير في حياته هتفرق مع اللي بيمارسها واللي لسه هيمارسها وأي حد مش بيمارس الرياضة لازم لازم ياخد القرار من النهاردة ويقول أنا همارس الرياضة من النهاردة خلوني مشاهدنا الكرام أرحب في البداية بضيفي اللي منورني في الحلقة النهاردة كوتش محمود جد صاحب جمات ماستر جيم ومنسق بطولات بدول الخليج وحاصل على الماستر في اللياقة البدنية برحب بك يا كوتش منورنا في برنامجنا عنوان فقرات النهاردة صحتك غالي عليك وعلينا خلينا نبدأ أول سؤال وأقول لحضرات إيه سر انتشار الرياضة في الفترة الأخيرة والشباب طبعا عايز يعمل جسم مثالي فورما راجل أو سيد بسم الله الرحيم أهلا وسلام بحيكم أستاذ فريد يا رب بس نكون خفاف ونقدر نفيد الناس بقى أقل معلومة حتى نقدر عليها زمان كان موضوع الرياضة كان في صعوبة جدا جدا أن أنت تبدأ تلعب رياضة كان قرار صعب كان صعب كان أولا عشان تبدأ أول خطوة لازم تروح تشترك في نادي كبير والنادي كبير ده بعيد عن البيت ولازم تكون بتتجه لعبة معينة فكان الموضوع شبه صعب للناس اللي هي ما عندهاش هوية قرة قدم أو لعبة جماعية أو حاجة زي كده ولكن مع أمره الوقت وانتشار الأندية في كل مكان وانتشار الجيمات والصلاة الرياضية حتى النهار ده الكوافرات الحريمة بيقي فيها النهار ده سبا وفيها أجهزة جيم وأجهزة كارديو فالموضوع بيقي سهل لدرجة أنت النهار ده تقدر حضرتك أي مكان تروحه وتلاقي فيه جيم أي شارع فيه جيم أي عمارة النهار ده أنت سكنت فيه هتبص تسأله أقرب جيم فين هتلاقي الموضوع سهل جدا جدا فالموضوع ابتدى ينتشر خصوصا بعد انتشار السوشيال ميديا وكان في الأول نادرا لما تشوف حد جسمه حلو في الشارع تقابله صدفة فيس توفيس كده دلوقتي مع السوشيال ميديا بتفتح النت بتلاقي فلان اتحسن فلان جسمه جميل فلان كان وحشه بقى كويس فالموضوع ابتدى يلفت النظر بطريقة زيادة على اللزوم وموضوع الغيرة في الشيء الكويس في حد ذاته غيرة مفيدة يعني غيرة صحية أو غيرة مطلوبة فالنهار ده لما شوف فلان بيتحسن وفلان عمل جسم وفلان عمل عضلات وفلان كان عنده كرش وخص ده الشيء كويس إنه ما عايز أقلده طبعا وصلا النهار ده لما بفتح النت بلاي أجسام ولاي عضلات ولاي ناس فتنس بلاي حاجات أنا حبيبها بس بعيدة عنها فبتلفت نظري فده اللي خلق كل المهار ده خلاص أوكي أنا هبتدأ أدخل عن نت وأشوف كوتشي وأشوف جيم وابتدأ أتمرن معاه والموضوع بيقى سهل جدا جدا مزي الأول فالموضوع بيقى متداول أكتر من الأول خاصة آخر عشر سنين ومع انتشار السوشيال ميديا اللي إحنا موجودين معاه حاليا بالزبط كده كوتش طيب الاتجاه السليم لو أنا مبتدئ وداخل الجيم إيه الاتجاه السليم اللي أنا أخده وعرف أن أنا ماشي صح النهار ده أولا عشان أخش الجيم لازم أحدد هدفي أنا أصلا عايز إيه هل أنا واحد تخين عايز يخس هل أنا واحد نحيف عايز أزود حجمي شوية أو أزود عضلاتي هل أنا أصلا لعب لعبة فردية وعايز أتجه لها لأن النهار ده لو بلعب لعبة فردية لو ما لعبتها من الأول معاتين معروف وفي نادي معروف أنا مش هقدر أن تكفيها أي حالي الغرض بيختلف ولكن النسبة الكبيرة اللي هي بيقيت منتشرة حاليا معنا في مصر حاليا أن ما حد يش بيقى عاجبه وضعه ولا التخين عاجبه أنه هو تخين ولا الرفاية عاجبه أنه هو رفاية ولا اللي جسمه كويس عاجبه أنه كويس عايز أحسن عايز أفضل والميزة في موضوع أنك تبطمع للأفضل ده شيء كويس طبعا لأنك دايما بتطمع في الشيء الصح وبتطمع في الشيء الإيجابي بتحسن من نفسك طبعا بتحسن من نفسك وأنت دايما بتتمرد على نفسك ولذلك الانتصار بيكون انتصار على نفسك أنت مش بتقارن نفسك ببطل طالع أو بتقارن نفسك بواحد بفرورفشنال بيتمرن بقله سنين أنت بتقارن نفسك أنت تبقى أفضل فأفضل أنت بتغير من نفسك طبعا أنا تحسنت طب ليه ما تحسنش تاني اتسناف لا مش كفاية انا هزود تاني بقيت احلى لا انا هحلى وتاني ناس كتير جدا بدأت انا عايز اخس لمجرد الستايل بتاعتي اللبس مش لايه علي حركتي تقيلة مشاكل في رجبتي بتادي تتعبني من الوزن الزايد عندي اوفر ويت تعبني ظهر بتادي يتعبني المشاكل بتادي تتكتر ففي ناس ابتدت تلجأ للموضوع من البداية لتحسن الوضع وتحسن مظهر وبعد كده ابتدوا يتطوروا وفي ناس اتجهت اجباري ان انت النهاردة ابتدت صحتك تسوق يوم عن التاني فبقيت مضطرة ان انت اتمرس الرياضة فلما جيت تمرس الرياضة لازم النهاردة تتجه لاتجاه السليم طيب المشاكل اللي ممكن تواجه اي حد مبتدئ داخل وايه المفروض يخلي باله منه يعني هو داخل عشان ما يقصرش ده هو بيلعب في التمرين ما يقصرش ده على صحته بالسلم اولا عشان اتجنب اي مشكلة تحصل اولا لازم انا مش محتاج اوفر اكتر من ساعة في اليوم دايما الناس مشكلتها والله انا مش قادر اتمرن ولا لعب جيم ودي الاسئلة اللي دايما انتجلنا في الجيم ودايما الناس بتشتكي منها يجيلي واحد بيتمرن في الجيم انت ما بتجيش ليه بلغ فترة يقولك اصلي الوقت عنده مشكلة الوقت الوقت عنده مشكلة ونفس الوقت اللي هو بيقعد على القهوة بالساعتين ثلاثة وممكن يرغي مع واحد صاحبه تلات اربع ساعات في التليفون وممكن يقف طبور على مطعم فاست فود ساعتين ثلاثة انا مش محتاج منك في اليوم اكتر من ساعة طيب كويس ايه بقى المشاكل اللي ممكن يعني يخلي بالو منها عشان ما تأثرش عليه هو المشاكل المشاكل اللي بتقابل كل الناس وللأسف دي اغلب الناس يمكن نقدر نقول 80 او 90% بيقعوا فيها الاختيار الخاطئ بمعنى الاختيار الخاطئ انا رايح ابدأ فين المكان المكان ده بيفرق جدا جدا انت عندك النهاردة الجمات عبارة عن بيزنس مشروع استثماري فانت النهاردة مجرد انك عندك ممبر شبه تدفعه سواء شهري سواء نص سنوي او سنوي كل همه ان هو يجمع منك اشتراك مش فرق مع النتيجة بتاعتك هو فرق مع الفلوس اللي انت اي حصلها منك فالاتجاه الخاطئ بيخليك تبدأ غلط فبالتالي ما بتبدأ غلط تكملتك والتواصل بتاعك مش هستمر لان انت كل ما تواصلت وتحسنت وتقدمت في المستوى انت بتستمر اكتر ولكن الاخطاء الشائع انا النهاردة روحت جم مين اللي وقف يمرني هل هو حد فاهم هل هو بورفشنال هل هو دارس هل هو مذاكر كويس هل الاكسبيرانس بتاعه هو كخبراته طلع حد قبل كده دي عامل اساسي جدا انا داخل كوتش داخل جم دلوقتي لازم اسأل كوتش انت حصل على ايه او ايه خبراتك هو المفروض ان ده بيتوقف النهاردة عن خلفيتك عن الكوتش يعني في الغالب دايما الناس اللي عايزة تبدأ صح بتسأل واحد يتحسنه بقي كويس من الكوتش بتاعك الكوتش بتاعه فلان الفلاني اه هو اللي عملك كده اه هو اللي هو في نتيجة حلوة بقى فيه كوتش كويس في نتيجة حلوة بقى فيه كوتش كويس لكن انت النهاردة اي مجال خلق ربنا فيه الشاطر وفيه البليد البليد النهاردة بيه اكتر من الشاطر النهاردة تخش على السوشيال ميديا احنا 100 مليون مدرد احنا عدد يعني عدد سكان مصر حلوة 100 مليون نوت بالسوشيال ميدي انا كنت جايلك فاهم ان شاء الله يا كبتن طيب يعني بشوف لايف كوتش كتير جدا يوتيوبرز كتير جدا على يوتيوب طيب يعني انا دلاتي ااخد المعلومة ازاي حتة المعلومة اكتسب معلومة راضية اللي انا ممكن ااخد معلومة من كوتش زي ده ادربها مثلا على نفسي او اطبقها على الجسمي انا تبوز عندي تانية او تعملي مشاكل السوشيال ميديا صلاحزوا حدين المشكلة الاولى الانلاين كوتش وانا بختلف معها تماما ولذلك انا النهاردة ناس كتير بتختلف معها انت ليه مش انلاين كوتش او ليه بقى الانلاين كوتش انا مش معترف بيه السبب انا مش مقتنع ان حد يمرني عن طريق الواتساب ولا الفيسبوك ولا اي ميسيج ابعتولي او يبعتولي طوله عمرنا نعرف ان المدرب او ان هو واقف على دماغك بيشوفك انت بتتمرن صح ولا غلط هل التكنيك بتاعك اللي انت بتتمرن بيه صح ولا غلط انا النهاردة ممكن اقول لك برنامج صحيح اقول لك على انظام غذائي صحيح ومع ذلك ما بتغسش طب ازاي معنى كده ان انت النهاردة في حاجة بتطبقها غلط لا انا بتطبق صح انا بقل كويس زي ما انت بتقول وبتمرن التمرين اللي انت بتقولها طب تعالى الكلام كده فيه غلط هبتدى اغير معاك البرنامج انا بغير البرنامج اللي هينسبك من غير ما يشوفك هل انت فعلا بتتمرن بالطريقة اللي انا عايزها بالتكنيك الصحيح اللي انا طلبه ولا انت بتخش الجيم تاخد سيلفي وتروح دي مهمة جدا انا عندي ناس كتير دايما بزعها معاها وهم بيتمرن يا جماعة سيبوا التليفون يا جماعة بطلوا ترغوا مع بعض لدرجة اني ممكن ساعات اخش الجيم ما لقى فيه ناس بتتمرن بالها خمسة ساعات انت فضلك ساعتين وتبقى ما ساكشفت معاي في الجيم لو بيحصلش طبعا على السوشال ميديا باخدنا علومة بطبقها وما فيش متابع ما هو خلاص بقى ما فيش متابع انت النهاردة البروفيشنال حتى في اللعبة اللي هم ابطال العالم مهما كانت امكانياتهم في اللعبة ما بيجهزوا بطول الوحده بيروح اخر الدنيا عشان يتمرن تحت ايد مدرب ولو سمحت يا كابتن بوست على التكنيك بتاع هو بطل عالم هو بطل عالم هو يجهزك ويجهزني ويجهز اي حد ولكن على نفسه ما يقدش ينفذ مع نفسه لازم مدرب فوق دماغه انت مشوفش دفاهاتك انت مستحيل حد فينا يشوف دفاهاته كل واحد شايف نفسه كامل مكمل مش نقصه اي حاجة هو شغل انت الكوتش انه هو ينبهك على الدفاهات اللي عندك ينبهك على الاخطاء اللي انت بتقع فيها ينبهك على الاخطاء الشائعة اللي بتقع فيها في التنبيل وما انت شايف نفسك هو ملاحظك هو ملاحظك حركة بتأمينها غلط مثلا او لي هو مرايتك هو مرايتك انت مش كل التمرين نواقف شايف نفسك في المراية صح كم ولكن النهاردة هو بيشوف العيوب اللي انت مش شايفها في نفسك هو بيشوف العضلة او بيشوف الجسم اللي مش شغال صح ونجاحك انت نجاح لي هو هو النهاردة البطولة اللي انت بتعمل فيها اول ده انا بكسبها قبل ما انت تكسبها ده انت جي انا طبع أنت النهاردة يجيلك ده شغله مدربين بروفيشنال والنهاردة فيه خبراء ناس بتسافر لهم دول آخر الدنيا عشان تاخد منهم معلومة أنا في مرة كنت في دولة في الخليج فضلت قاعد ثلاث ساعات في فندق عشان كنت أقابل فيه خبير غذائي عالمي اسمه كريسا سيتو كريسا سيتو ده لمجرد يقولك تاكل إيه مع إيه بس بس لأن هي الرياضة عموما عشان نكون عمليين 80% نظام غذائي 20% جيم طب أقدر أخليها 100% جيم مستحيل 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 أنت النهاردة مهما تمرنت ومهما تعبت وشئيت وبتتمرن كويس جدا 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 وما فيش نتيجة كويس طب نروح لنقطة تانية نقطة المكملات الغذائية تمام أنت بقى أخذ مكملات الغذائية عشان تطور من جسمي أو أشوف تطور سريع تمام المشكلة في المكملات الغذائية أن الناس فهمها غلط المكملات الغذائية هي من المسمى بتاعها مكمل غذائي بالضبط الأكل بتاعك حاجة تكملية حاجة تكملية يعني زي عندك ابنك الدكتور بيكتب له سريلاك آه بالضبط ده نقدر نقول السريلاك بتاع الكبار المكملات الغذائية المكملات الغذائية سيادتك النهاردة المطلوب منك تأكل ست سبع وجبات في اليوم لو أنت راجل بروفيشنال طب أنا راجل مبتدئ أبدأ بمكملات لا ما نصحكش أنك تبدأ بمكملات أنت لسه مش عارف خبايا جسمك أنت لسه النهاردة بتقول بسم الله مش عارف النهاردة هل هتستجيب؟ هل جسمك هيبقى فيه إنتاج؟ هل جسمك هيجي مع الأكل من غير ما ياخد أي سابليمنت اللي هو المكملات الغذائية وإيه هو نوع المكمل اللي هيمشي معي؟ لأن اللي هيمشي مع فريد مش هيمشي مع محمود مش هيمشي مع أحمد كل جسم بيختلف عن التاني ولكن النهاردة لو أنا بيأكل أكل كويس وبتمرن كويس وجسمي بيتحسن أخد ليوم مكملات الغذائية النتيجة اللي أنا عايزها جاتلي هاخد ليوم مكملات الغذائية طب إمتى أخد من مكملات الغذائية؟ إمتى؟ في ناس عندها أكلها ضعيف وفي نفس الوقت عايز يأكل كتير بس الشهية عنده مش بتديله أكلات فالنهار ده بعد التمرين مباشرة طيب فيه ناس يقول لك لا أنا ماليش نفسي أكل ما بقدرش أكل أي حاجة طيب أوكي إحنا ممكن ندخل بروتين آيزوليت إيه هو شغل البروتين آيزوليت اللي الناس فهمها غلط على فكرة البروتين عبارة عن أكل مجفف مش حاجة كيميكال ولا حاجة فيها هرمون والكلام ده عشان بس نحط تحتها حاجة بديل بس لا دي حاجة صحية وبقدر تصريحات من وزارة الصحة وبتتبع في كل حتة مصرح بها في مصر وبرة مصر يعني ولكن النهار ده أنا بدخل البروتين آيزوليت بعد التمرين مباشرة العضلة خلال عشرين دقيقة عايزة نسبة بروتين خلال عشرين دقيقة هاتلي أي أكل في الدنيا ممكن تاكله جسمك يهدمه في عشرين دقيقة مفيش أي أكل بياخد النهار ده عملية هضم من ساعتين لتلات ساعات طب أنا ليه بدخل البروتين آيزوليت وفي ناس يقول لك كمان لا أنا هدخله بميا مش بحليب طب ليه مش بحليب النهار ده البروتين بيمتص خلال عشرين دقيقة العضلة بتمتصه كويس العضلة استفادت طب ما حطتش ليه حليب عشان الحليب هيقلل نسبة الامتصاص فالنهار ده أنا بحط عليه ميا على البروتين جسمي بيمتصه بعد التمرين أوكي خلاص حصل على جسمي والعضلة استفادت وجسمي بقي كويس جدا على ما بروح البيت وأخل الشهور بتاعي وأغير هدومي بيبعدة ساعة ساعة ونص أبتدي أكل الوجبة بتاعتي اللي هي مفوضة كلها بعد التمرين حسب البندمج الغذاء اللي أنا ماشي عليها طيب الهرمونات بقى والشائع اللي في مصر يقول لك هرمونات فأنت توضح لنا الهرمونات بالزبط يعني في كل جوانب موضوع الهرمونات ده حصل فيه وهل مبتدئ ممكن أخذ هرمونات لا لا طبعا طبعا لا مستحيل أي مدرب يقول لي لا مبتدئ أنت هتبتري تأخذ هرمونات ده كده بيدحك عليه أو تقريبا مش فاهم الهرمونات ونحط تحتها ألف خط خطر لأي حد مبتدئ خطر لأي حد مبتدئ طبعا السؤال ده بتسيل لأي كوتش مروح أول سؤال بتسيل المشكلة الناس يا صفريب بتستسهل هو النهار ده بيشوفك آه انت عامل شئب وعمل عضلات أنا عايزة ببزايا أنا عايزة ببزايا أوه انت بتاخد هرمون أنا كمان هاخد هرمون طب ده مين اللي بياخد هرمون وانت مين هو عامل ازاي وانت عامل ازاي فهو بيتمرن بقى له قد إيه وانت بتتمرن بقى لك قد إيه طب النهار ده ده واحد هيطلع على ستيج هيلعب بطولات هيعمل إنجازات داخل في مرحلك منافسة زي لما تجيب عربية تروح بقى الشجل بتجيب عربية كويسة عادية طب لو هتنزل تخش بقى أسباق بتضطر انك تجيب عربية مواصفات خاصة عشان يبقى فيه منافسة طبعا طب ده راجل بورفشنان هنقول الهرمونات هو بياخدها تحت إشراف دكاترة وتحت إشراف ناس عندهم خبرات وتحت وتحت وحاجات كتير جدا 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 إنت النهاردة تقول بسم الله عايزة العبرياضة لسا النهاردة بتقول عايزة أنتزم في الجيم وتقول عايزة أخد هرمونات دي كارثة دي كارثة إنت النهاردة الحاجة الوحيدة اللي مسموح لك إنك تقرب منها النظام الغذائي السليم والمكومات والغذائية والمكملات الغذائية إذا جسمك طلب حاجة زي كده لو جسمك طلب لكن جسمك طلب وشغال معايا كويس المنى لنلعب رياضة المنى لنلعب رياضة من غير ما أخد مكملات أنا مش بقى اشترت المشكلة الصفرية الموضوع بيئ بيزنس أول ما تخش أي جيم يعني فيه ناس بتستغرب عندي أنت إزاي مش حاطت مكملات للبيع أنت إزاي ما بتبيعش هرمونات الموضوع بقى كله فيه مشاكل كتير 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 فدي كارسة طيب الكرش مصيبة مصيبة بيقابلها ناس كتير يعني هو الكرش ده يعني لو هو مش موجود إحنا مش ناكل عيش يعني بجد طبعا شغلتنا على الكرش يعني فيهمني الكرش أو نسبة الدهون اللي عالية في البطن عموما نتكلم فيها أنواع أكتب جدا فيه ناس عندها الأوفر ويت وعندها بطنها كبيرة مع جسمها وفيه واحد مسكين كده تلاقييني حينف وعنده كرش صغير وفيكيش أبزا وعنده كرش صغير تخيل سلسلة ضهرك دي شايلك من فوق بس طب أنا النهاردة الكرش ده عشان يروح ويبقى عندي عضلات بطن تعملي سابورت دعم لفقرات ضهري أنا من فوق ده عمليه النهاردة أولا لازم أحسب أنا بأكل إيه في اليوم كم مر وحيقول لك أنا ما بأكلش حاجة خالص ومع ذلك بيطلع لكرش ده بيحصل طب إزا ما بأكلش؟ وعلاقة الميا بالكرش يعني إزا ما يكن يقول لك إيه إحنا في بيوتنا ما تشربش مياه وأنت بتأكل تعمل لك كرش؟ أه أه هجيبها لك هكلمك في نقطة المياه بعد موضوع الأكل مع الكرش بالضبط تمام هي فعلا فيه ناس ما بتاكلش وبيطلع لها كرش طب إزاي؟ أنت النهاردة الناس حاسبها غلط يقول لك أنا الصبح ما فطرتش عشان أخس وتقريبا في الغداء كنت سناك كده حاجة خفيفة يعني خفيفة تمام بس الواقبة الأساسية بتاعتي بالليل هو بيقعد يومه كله برا بيروح البيت كل ملزة وطب يتحطله بالبيت الراجل شقيان وعايز يتعه وعايز يتغزة يأكل الواقبة دي كلها ويخش ينان تبه الواقبة اللي كلها دي فيها إيه؟ الناس يقول لك أساك ما تاكلش ويتأعلى فكرة أنا ممكن أكل ونام واخس برضي وأكل ونام ويتبصحيا بس بيتوقف أنا أكلتي إيه؟ الخطأ الشائع أنك ما تاكلش عشان تخس دي كارس بيحصل لك هزل بيحصل لك هزل وجسمك بيضعف لأنك ما بتعوضش الجسم بالبروتينات المطلوبة والكربهضرات المطلوبة والفايبر اللي جسمك محتاجه والدهون الصحية سيادتك بتيجي بالليل تدي الجسم صدمة دهون ملهاش أول من آخر طيب نروح لمسة الجسم اتكلم على المية؟ قبل ما ننساها علاقة المية بالكرش الناس دايما تقولك ما تشابش مية في وسط الأكل عشان بتعمل كرش ما تشابش مية بعد الأكل عشان بتعمل كرش أولاً المية ملهاش أي علاقة بالكرش ولا بالدهون اللي موجودة عندك نهائي الدهون جي بتتجمع من إيه؟ عمرها ما كارف من المية الدهون بتتجمع من نسبة الدهون الضي الصحية اللي داخل عندي أو بالمعنى الصحيح بعدد الصعورات الحرارية اللي داخل جسمي أنا النهار ده باكن صعورات حرارية كتير أنا جسمي محتاج ألفين أنا بتغدى بس بأربع تلاف طب في ألفين راحوا فين؟ اتجمعوا دهون على جسمك بيتحولوا لدهون طب علاقة المية إيه؟ بالعكس أنا بخليك تشرب مية كتير عشان المية اللي بيسمك تنزل يالناس حط في دمخة أنا جسمي محاب بمية عملت إمبادي الجهاز الميزان اللي بيشيكوا عليه الإمبادي بيقولي إن أنا عنده مية كتير جداً يبقى أنا أخف شرب مية دي كارسر إنت عشان تخف المية اللي بجسمك مطلوب منك إنك أصلاً تشرب مية كتير وده خطأ الشائع اللي الناس كلها معتقدات طب إزاي أنا أدخل مية كتير عشان هنزل المية اللي بجسمي مش ركبة معي جسمك ده بيفكر زيك زكي فالنهار ده بينافذ الأوردر بتاعه لو مركزتش معاه هو مش يسمع كلامك هو بينافذ له عاوزه سيادتك بتشرب مية ليه على مدار اليوم أو في الشيطة مثلا الناس ما بتشربش غير لما بتعتش طب إزاي بقى بيطلع لي مية زيادة وأنا أصلاً ما بشربش مية جسمك لما بتحرمه من المية بيبتدي يخز مية جواه حسباناً لعدم موجود مية فيما بعد المية دي بتتخزي طب أنا مش عايزة تتخزي أنا أعمل إيه؟ أنا على مزاني هبتدي أشرب كمية المية اللي جسمي محتاجها ولما أشرب كمية المية اللي جسمي محتاجها جسمي بيخزنش مية عشان كده الجسم بيبتدي اتعود إن أنا في مية جيالي وهطلع على المية اللي موجودة مش خايف أنا كده كده عندي مية تمام؟ فالناس فهمة موضوع المية غالط المية بالعكس المية سبحان الله أي حجرة البناء أدم ملعبش فيها وربنا خلقها لنا طبيعية مفيدة وصحية مفيش فيها أي مشكلة على قد ما تشرب مية اشرب ما تخافش كل واشرب يعملهاش علاقة بالكيرش لا 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 نهائي واللي يقولك ليه علاقة بالكيرش مش دارس ولا فاهم إن شاء الله تاكل لهم وتشرب بلعة مية معندكش مشكلة خالص أنا عندي كيرش دلوقتي وليكن أعمليه بقى إيه القرار اللي أنا أخذه أروح الجيمي بقى أعمليه بالظبط بعد اختيارك طبعاً للمكان الصح والمدرب الصح أهم حاجة عشان كيرشك يروح مش إنك تتمرن بس لأنك إنت النهار ده بتتمرن بتحرق نسبة سعرات حرارية في نفس الوقت حضرتك بتروح البيت بتاكل سعرات حرارية يبقى أنا ما عملش حاجة أنا النهار ده بتدي أحسب جسمي محتاج كم سعر حراري في اليوم وأنا بتمرن في الجيم بحرق كم سعر حراري في اليوم وأنا هدخل جسمي أكل فيه سعر كم سعر حراري يبقى لازم النهار ده اخترر للنظام الغذائي أبعد عن المقليات أبعد عن العك السكر الزيادة اللي بيتاكل بطريقة زيادة عن لزوم داية مني عن نهائي طبعاً أبتدى دخل الكرب اللي جسمي محتاجه بس أبتدى دخل بروتين اللي جسمي محتاجه بس أبتدى وزع وجباتي يعني ممكن أزود عدد الوجبات بس أقالي للكميات طيب عايزنا في ختم حلقتنا عايزك توجه رسالة للشباب اللي طبعاً للأسف بيتعاطى مخدرات أو بيدخل أو أي عدد سيئة تمام؟ وبيبحش الجيم فأنت تقول له ايه عشان يتمي بساحته ورسالة أنت بخبرتك طبعاً صفرت دول كتير وبتسبت خبرة كبيرة يعني بعيد عن موضوع أن هو سواء هيلعب في جيم أو هيلعب في نادي أو يلعب أي رياضة هو بيحبها أو الصحة هتفر بها زيه صدقني الرياضة تعتبر مخدرات صحية دايماً بيقول عليها الرياضة المخدرات الصحية الإدمان الطبي أو الإدمان الصحي بالعكس أنت الإحساس الفاشل اللي بتعمل لك المخدرات تقدر تعمل إحساس أقوى منه بالرياضة ولذلك النهاردة لما حد فينا بيكون مخنوق ومتدايق بيروح الجيم بيتمرن أو اللعبة اللي هو بيلعبها الحالة المزاجية بتاعته بتتحسن للأفضل فصدقني النهاردة الرياضة هي لايف ستايل لو زبطت حياتك على الرياضة وعلى النظام الغذائي هتلاقي الحالة المزاجية عندك أحسن هتلاقي شكلك أحسن هتلاقي وضعك اجتماعياً وصحياً ونفسياً وكل حاجة هتلاقيها للأفضل لأن أنت النهاردة المخدرات أو التدخين أو 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 مش بيؤدي غير في النهاية للهلاك ولكن النهاردة ربنا خلق لنا كل حاجة حلوة وإحنا بنختار السيء أنا أقدر أعمل أحلى متعة من الرياضة أقدر النهاردة أكون مختلف وسط الناس بشكلي بصحتي بكل حاجة كويسة فأتمنى أن كل واحد يعني لما بشوف شباب صغيرة ابتدت يتجه الرياضة بيكون شيء جميل يعني بشكرة جداً يا كوتش أنت نهارتنا النهاردة والله ببنامنا ابن مصر وإن شاء الله مشاهدنا يا كرام حلقاتنا كل أسبوع يوم ثلاث تتظرونا على القناة الصحة والجمال هنكون مع بعض ومع الكوتش طبعاً اللي هينوارنا وحب طبعاً تشيروا حلقات برنامجنا وتتواصل معنا من خلال وصال التواصل اللي هتظهر قدامكم وتشيروا الحلقات هم حاجة وتبعتوننا مشاكلكم ومقترحاتكم وأي حاجة حابين اللي كوتش يتناقش فيها في الحلقات الجاية هنتظركم طبعاً